أفادت الشرطة الماليزية اليوم أنها اعتقلت سبعة رجال فلبينيين يشتبه في تورطهم في أنشطة جماعة أبو سياف المتشددة ويأتي هذا الإعلان وسط تنامي المخاوف في جنوب شرق آسيا حول التمدد المحتمن للجماعات المتشددة وقال المفاتش العام للشرطة إن رجال كانوا يعملون حراس أمن لشركات خاصة في العاصمة كولا لنبور وولاية سيلان جور القريبة موضحان في بيان أن أحد المشتبه بهم كان عضوا في جماعة أبو سياف وتورط في اشتباكات مع الجيش وفي خطف الرأهاء في جنوب الفلبين